نكمل تمارين ثلاثة وصلنا ثلاثة خمسة بيج خمسة واثمانين تدربوا حل مساء الحياتية أول مسألة سؤال سبع وعشرين ألعاب نارية في إحدى المناسبات أطلقت مجموعة من الألعاب النارية عمودياً في الهواء ووصلت إلى الارتفاع 140 متر أحسب الزمن تي بالثانية التي وصلت به إلى هذا الارتفاع من المعادلة التالية خمسة تي تربيع زاعداً ستين تي يساوي 140 نفس الصفحة بالنسبة للمتميزين صفحة 85 نفس الصفحة في بيج خمسة وشكراً في مجرد الأكتب أخف الأكتب أشجارًا يقصوا قبل قبل قليل قبل قليل قبل قليل قبل 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 إذاً حل المعادلة هنا باستخدام القانون العام 5T تربيع زائد 60T ناقص 140 يساوي 0 أول شيء أجيب 0 معادلة أجيب 140 هنا للطرف أول خطوة أسويها ثاني خطوة نقسم على العام المشترك وهو الخمسة تقسيم خمسة كل طرفية المعادلة إذن تصبح المعادلة T تربيع زائد 12T ناقص 28 يساوي 0 لاستخرج A والB والC الآي إذا ماكو يمن معامل T تربيعنا تبرع 1 الB معامل T وهو 12 الس الحد المطلق العدد بحده وهو سالب 28 إذن نكتب القانون T يساوي سالب B زائد ناقص تحت الجذر مميز B سوكوير ناقص 4AC على 2A إذن T يساوي سالب 12 زائد ناقص تحت الجذر 12 تربيع ناقص 4 في 1 في سالب 28 على 2 في 1 T يساوي سالب 12 زائد ناقص تحت الجذر 12 في 12 144 زائد 4 في 28 مية و 12 على 2 إذن T يساوي ناقص عن 12 زائد أو ناقص نجمعه 144 زائد المية و 12 256 على 2 إذن T يساوي سالب 12 زائد ناقص 6 على 2 T يساوي سالب 12 زائد 16 أسفة T يساوي سالب 12 زائد 16 على 2 ويساوي هنا إشارات مختلفة نطرح وشاتر كبير 16 يروح 12 4 على 2 ويساوي 2 or سالب 12 ناقصا ناخد الزائد ناخد القيمة الموجبة والقيمة السالبة أو T يساوي سالب 12 سالب 16 على 2 إشارات مشابه نجمعهم سالب 28 على 2 T يساوي سالب 14 ومن لأنه قيمة سالبة إذن هذا الحل سؤال 27 ألعاب نارية ريد الزمن هنا ننتي بالثانية فكر نفس الصفحة 85 ثنك سؤال 29 الآي اللي هو أكثر بيه زائد 8 أكس يساوي لعشرة هنا نريد جد مجموعة الحل للمعادلات باستعمال القانون العام جنرال لو أول سؤال آسفة حدد جذور المعادلة آسفة حدد جذور المعادلة أولا ثم جد مجموعة الحل إذا كان ممكن إحنا قلنا إذا كان يريد جذور المعادلة يعني نستخدم المميز قانون الدلتا المميز بعدين نجد الحل للمعادلة لمجموعة الحل باستخدام القانون العام جنرال لو هنا المميز قانون الدلتا يساوي بي تربيع ناقصا أربع اي سي ويساوي ثمانية تربيع أولا نستخرج الاي والبي والسي من المعادلة الاجس تربيع معاملة واحد الاج والبي اللي هو معامل اكس ثمانية والسي سالب عشرة إذن دلتا يساوي ثمانية تربيع ناقصا أربعة في واحد في سالب عشرة دلتا يساوي ثمانية في ثمانية أربعة وستين السالب في السالب موجب أربعة في عشرة أربعين دلتا يساوي مية وأربعة للمعادلة هنا طلعناه موجب هنا العدد موجب لكنه ليس مربع كامل إذن للمعادلة جذران حقيقيا غير نسبيان غير نسبيان لأنه مو مربع كامل هنا للمجموعة الحل المعادلة إذن نطبق قانون العام general law x يساوي سالب b زائد ناقص تحت الجذر b square ناقص الأربعة في ac على اثنين a إذن x يساوي سالب ثمانية زائد ناقص تحت الجذر مية وأربعة طلعناه قيمة المميز على اثنين إذن x يساوي سالب ثمانية أما ناخد القيمة الموجبة أو السالبة سالب ثمانية زائد جذر مية وأربعة على اثنين أو x يساوي سالب ثمانية ناقص جذر مية وأربعة على اثنين سليوشن ست ناخذ هالقيمة الموجبة والقيمة السالبة آي آي المعادلة ثلاثة واي تربيع ناقصا ستة واي ناقصا ثنين واربعين يساوي صفر أول ما أبدي أقسمها على ثلاثة العامل المشتركي هنا إذن تصبح المعادلة واي تربيع ناقصا ثنين واي ناقصا أربعة عشر يساوي صفر نستخرج الأي والبي والسي الأي معامل واي تربيع وهو واحد والبي معامل واي وهو سالب اثنين والسي الحد المطلقة بحد العدد سالب أربعة عشر إذن دلتا يساوي بي تربيع ناقصا أربعة أي سي ويساوي سالب اثنين تربيع ناقص أربعة في واحد في سالب أربعة عشر إذن دلتا يساوي اثنين في اثنين أربعة سالب في السالب موجب أربعة في أربعة عشر ستة وخمسين إذن دلتا يساوي ستين أيضا هنا نمو مربع كامل بس عدد موجب وليس سالب إذن المعادلة جذران حقيقيا غير نسبيا The equation has to irrational rules هذا الفكر والproblem ما حلناهما ثلاثة خمسة نجي هنا آسفة قبل ما نحل نستخدم قيمة Y باستخدام القانون العام نكمل السؤال Y يساوي سالب B زائد ناقص B تربيع ناقص 4AC على 2A إذن Y تساوي سالب نفتح قوس سالب 2 زائد ناقص تحت الجذر طلعنا المميز 60 على 2 في 1 إذن Y تساوي 2 زائد ناقص 2 جذر 15 على 2 إذن أما Y تساوي نستخرج العام لمشترك 2 هنا موجود هنا موجود إذن 2 مر القوس 1 زائد ناقص جذر 15 على 2 راحة الاثنين والاثنين إذن Y تساوي 1 زائد ناقص جذر 15 أما Y تساوي 1 زائد جذر 15 OR أو Y تساوي 1 ناقص جذر 15 مجموعة الحل 1 زائد جذر 15 فارزة 1 ناقص جذر 15 نقالنا آخر موضوع 3-6 نحل المسألة صفحة 89 صفحة 19 رياضة سبورت إذا أراد راكب دراجة قطع مسافة 60 كيلو متر بين مدينتين أيوبي بسرعة معينة ولو زائدت سرعته بمقدار 10 كيلو متر على الساعة نتمكن من قطع هذه المسافة بزمن يقل ساعة واحدة عن الزمن الأول جذر سرعته أولا إذن نفرض السرعة الأولى من راكب يساوي لي X إذن الزمن الأول إحنا الزمن يساوي لي بسافة تقسيم السرعة إذن الزمن الأول يساوي 60 على X بعد الزيادة تصبح السرعة X زائد 10 والزمن الثاني 60 على X زائد 10 إذن لو نطرح 60 على X ناقصا 60 على X زائد 10 يساوي لي واحد ويقول بزمن يقل ساعة واحدة عن الزمن الأول إذن نضرب في قيمة الألصية من المقام عندي X و X زائد 10 نضرب في X و X زائد 10 إذن X و X راحت ضلت 60 في X زائد 10 ناقصا X زائد 10 راحت X زائد 10 ضلت X في 60 60 في X يساوي 1 في تنزل هاي نفسها X و X زائد 10 نوزع 60 في X 60 X زائد 60 في 100 ناقصا 60 X ناقصا 60 X و يساوي X في X X تربيع زائد X في 10 عشرة X 60 X ناقصا 60 X راحت صار صفر إذن تبقى عندي 600 هناك 600 ستجيبه هذا الطرف نصفر المعادلة نصفر المعادلة نصفر X تربيع زائد 10 X ناقصا 600 يساوي لصفر تجربة نحلل 600 جاي من 20 في 30 X ب X 30 في 20 30 زائد ناقصا 20 يصفر لي موجب 10 إذن موجب لل30 والناقص لل20 أما X زائد 30 يساوي 0 إذن X يساوي سالب 30 يهمل أمت لأنه قيمة سالبة O or X ناقصا 20 يساوي صفر إذن X يساوي 20 كيلومتر الساعة السرعة الأولانية إذن السرعة الثانية 20 زائد 10 ويساوي 30 كيلومتر على الساعة فكر think نفس البيج 89 سؤال 22 حل المعادلة أوجد مجموعة الحل المعادلة 3 على X زائد 5 زائد 4 على X ناقصا 25 ناقصا X يساوي X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 على X تربيع ناقصا 25 إذن هذا ينزل 3 على X زائد 500 حلل ناقص لماذا ناقص هنا؟ طلعنا إشارة السالب برة تنضرب بالموجب حصل سالب على المد نعكس يصير X ناقصا 5 فصار 4 على X ناقصا 5 يساوي هنا هذا الفوق أبقي كما هو X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 يساوي أحل الفرق بين مربعين X ناقصا 5 و X زائد 5 فنضربها كلها في X ناقصا 5 و X زائد 5 أو CM إذن هنا من الشبهات يروح الزائد و الزائد يروح يبقى 3 في X ناقصا 5 ناقصا X ناقصا 5 و X ناقصا 5 بقى X زائد 5 في 4 يساوي إذن هنا ثم راحوا بقى الفوق X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 نوزع 3 في X 3 X ناقصا 3 في 5 15 ناقصا 4 في X 4 X سالب في الموجة بسالب 4 في 25 يساوي X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 هذا الطرف كلها تجيبها هنا أول شيء هنا الحدود مشابهة نجمعها قبل ما أنقلها 3 X ناقص 4 X إشارات مختلفة نطرحة شبيرة الأربعة من ثلاثة سالب 1 X سالب بسالب نجمعه الأرقام 20 و 15 يساوي 35 يساوي X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 نصفر المعادلة هذا اللي أجيبها الطرف إذن تصبح المعادلة X تربيع ناقصا 15 X زائد 14 زائد X زائد 35 يساوي صفر إذن X تربيع تنزل ناقص 15 X زائد 1 X نطرحة شاتر كبير 15 يروح 1 ناقص 14 X 35 زائد 14 49 يساوي صفر هنا هذا مربع كامل وهذا مربع كامل ينحل بطريقة المربع الكامل وليس بالتجربة نفتح قوس 1 أربعة X جاي من X في X ناقصا 49 جاي من 7 في 7 إذن قيمة واحدة هنا للX X يساوي ل7 Solution set يساوي ل7 كمنا التمارين مال من 3 3 و 3 4 و 3 5 و 3 6 الفكر والبروبلمس للفصل الثالث حسا قلصنا كل تمارينة ترجمة نانسي قلصنا كل تمارينة